اشتركوا في القناة من المعسرين والمتعثرين ضمن مشروع فاع الخير بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبهذه المناسبة صرح اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأنه يأتي هذا التوجيه لدعم المواطنين البحرينيين الغارمين ممن بحقهم صدرت أحكام قبائية من المعسرين والمتعثرين وذلك اقتداء وتقديرا واعتزازا بالمواقف والمبادرات الإنسانية لسيدي حضرت صاحب الجلالاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله والجهود الكريمة من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وتماشيا مع الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تلقى تقديرا وتجاوبا مجتمعيا كبيرا ضمن الجهود الكبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا والنجاح الباهر الذي حققته الحملة الوطنية في النخير وامراعات للظروف الإنسانية للمواطنين البحرينيين الغارمين الذين اضطرتهم الظروف للوصول إلى وضع مؤسف رغم إيرادتهم ومن منطلق الحرص المخلص على إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وقلوب أسرهم من جانبه تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود والمتابعة المعنية بتوزيع المساعدات في الحملة الوطنية في النخير تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من سموه تجاه فئة هامة من المواطنين البحرينيين الغارمين من من صدر بحقهم أحكام قضائية من المعسرين والمتعثرين حيث تعكس هذه التوجهات الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به سموه انطلاقا من المهام التي يطلع بها كممثلا لجلالة الملك للأعمال الإنسانية وكرئيس لمجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي يقودها سموه بكل كفاءة واقتدار ولتجسيد حرص سموه المخلص على ضرورة توجيه مساهمات المواطنين والمقيمين في حملة في النخير لمساندته إلى مستحقيها من أصحاب الحالات الإنسانية والمتضررين جراء الأوضاع الراهنة وبيّن الدكتور مصطفى السيد بأنه بناء على هذه التوجيهات الكريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث تم تخصيص مبلغ وقدره 330 ألف دينار من مساهمات الحملة الوطنية في النخير لصالح مشروع فاع الخير الذي أطلقته وزارة الداخلية وقال الدكتور مصطفى السيد بأن هذا الدعم يأتي ضمن المرحلة الثالثة من لجنة التنسيق والمتابعة لحملة في النخير المعنية بتوزيع المساعدات حيث اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد حزمة من المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين والمتضررين من جائحة كورونا بميزانية قدرها 17 مليون و430 ألف دينار تشمل دعم الفئات المحتاجة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال غير المسجلين في نظام التأمينات وتوفير حواسيب آلية للطلبة من الأسر المحتاجة والمساهمة في تعقيم وتطهير المدن والقرى وتوفير سلال غذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك ودراسة إنشاء مركز لدراسة وعلاج الأوبئة ودعم البرمجيات وتقنيات التعلم عن بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر